اشتركوا في القناة ومعانا مصطلح جاثم سيدي أي مدينة نيويورك جاثم سيدي ومعانا مصطلح ياسمان ياسمان هو الإنسان برضو المتملق والمنافق اللي هو دايما يقول أيوة حاضر نعم دايما ياسمان ومعانا كلمة بيلي كوس بيلي كوس هو الإنسان اللي بيحب يتشجر يحب الفتال يحب الخناء تعمى شاكل يعني بيلي كوس ومعانا كلمة فلانكي فلانكي هو الإنسان التابع الخادم المنافق فلانكي ومعانا فعل مركب أو فريز الفير بالنهاردة رول آوت رول آوت بمعنى يطرح يعني إن شركة تطرح منتج جديد لأول مرة في السوق أو إن تطرح أسهم رول آوت لكن المعنى اللي بييجي في الأفلام الأمريكاني بمعنى يخرج أو يغادر أو يسيب المكان رول آوت ومعانا مصطلح كات لايك ريفليكسز كات لايك ريفليكسز هو إن انت تقول لواحد إن رد فعلك سريع زي رد فعل القطة إحنا عارفين إن القطة لما بتترمى من أي مكان وفي أي وضع بتقدر إنها تنزل على رجلها لأن جسمها بيقدر يتحول للوضع الصحيح بسبب رد الفعل العالي فلما تشبه واحد كات لايك ريفليكسز يعني بتقوله إن رد فعلك سريع كات لايك ريفليكسز ومعينا مصطلح Heaven Forbid Heaven Forbid يعني الله لا يقدر كأنك بتقول لواحد لو حصلت لك مشكلة الله لا يقدر Heaven Forbid ومعينا كلمة Sustenance Sustenance بمعنى الرزق أو الأود رزقك ورزقها هيئة لك يعني Sustenance For their Sustenance and Support For their Sustenance and Support ومعينا مصطلح No Great Cheeks No Great Cheeks بمعنى شيء متوسط غير جاية نص نص متواضع مش قوي والذي تتقال على الحاجات أو الأشياء وتتقال على الناس والشخصيات فمثلا لو في شخص راح أقدم على Inner U ودخل وقعد يتكلم مع الناس وبعد ما خلص الناس بتبتدي تقول رأيها فيه فبيقولوا البعض لا مش تمام مش قوي احنا ممكن نلاقي أحسن فدي معنى No Great Cheeks ومعينا مصطلح I Hear You I Hear You لو ترجمناها ترجمة حرفية معناها أن أنا بتسمعك أو أن أنا سمعك لكن هي لها معنى تاني بمعنى أنا فهمك I Hear You أنا معاك أنا متابعك أنا فيهنت اللي أنت بتقول I Hear You ومعنى كلمة Nosey Nosey بمعنى إنسان فضولي حشري يدخل في خصوصيات الناس عايز يعرف خصوصيات الناس وأصرهم دايما كده يتلاقيه قاعد عايز يسمع ويشوف Nosey وآخر حاجة معنا النهاردة هو مصطلح Me Jerk Me Jerk بمعنى رد فعل غير محسوب Me Jerk Yes but equally going after him in some Me Jerk way Yes but equally going after him in some Me Jerk way وفي نهاية الحلقة نتمنى نكون قدرنا نوصل لكم معلومات مفيدة وكلمات ومصطلحات ممكن تستخدمها في حياتكم العملية أو في الحياة اليومية وفي نهاية الحلقة كالعادة نطلب أربع حاجات وختاما نشكركم على المتابعة وإلى لقاء في حلقات قدمة بإذن الله فريق عمل عددك كلاود ترجمة نانسي قنقر